السلام عليكم طلاب الصفة الخامس العلمي الاحيائي ودرس جديد او محاضرة جديدة من محاضرات مادة الاحياء وهذه المحاضرة عن الاخراج في دودة الارض مثل ما تشوفون هذا راس منه شكل جهاز الاخراج في دودة الارض طبعا تمتلك دودة الارض جهازا اخراجيا يتكون من خلايا اخراجية تسمى بالنفريدية اذ يتكون جهاز الاخراجي النفريدي في دودة الارض في كل حلقة من الحلقات بزوج من النفريدية يعني زوج من الخلايا النفريدية هذه تقع خلف الحاجز العضلي اللي يفصل بين كل حلقة واخرى تشوفون هذا الجزء اللي هو الامعاء وهذه الحواجز العضلية اللي تفصل بين حلقة واخرى السهنانة يتكون الحاجز العضلي بالامام مال تشنو فتحة نفريدية امامية تشوفون شارحنا على هذه وفتحة نفريدية خلفية وايضا يتكون من انبوب هذا متعرج انا يبيب متعرج هذا وحوله شبكة من الاوعية الشعرية الدموية وهذا الامبوب يتوسع ليكون مثاني الشكل ثم يتضيق ويفتح الى الخارج بفتحة اخراجية على نفس الحلقة مالتها اللي هو جاء من الحلقة الامامية يعني كل حلقة لها زوج من النفريدية اي زوج من الاجهزة الاخراجية طبعا في داخل هذا الامبوب المتعرج طلاب يتم امتصاص بعض المواد المفيدة من الماء والاملاح والسكر من خلال جدران الامبوب نفسه من خلال عملية الامتصاص ومنها الى شبكة الاوعية الشعرية الدموية هذه اللي تحيط بها بينما تطرح المواد الغير مفيدة والاخراجية مثل الامونيا واليوريا الى الخارج عبر القناة النفريدية مع قليل من الماء كما ان لوعية الدموية الشعرية هذه حول النفريدية ايضا يقوم بطرح الفضلات اللي ينقلها شنو الدم من الجسم الى النفريدية اللي تقوم بدورها في طرح الفضلات وشكرا لكم على المتابعة وارجو ان يكون الشرح مفيد وواضح لانه شوية صعب هو جهاز الاخراج في دودة الارض يوجد جهاز اخراجي في كل حلقة يتكون من زوج من النفريدية وارجو مشاركة الفيديو مع زملاعكم اشتركوا في القناة